موسيقى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم اليوم كمرا في بلدية الكرمى تحديدا في ولاية أخرى هذه البلدية كتدخلها نعترف أنها بلدية نقية كلش فيها مقية ولكن فيها واحد النقطة هذه النقطة بينتها لي خالتي كلتوم خالتي كلتوم اللي هي ساكنة هنا في بلدية الكرمى حبت تلاقى بينها وربما عندها صرخة رح تحكيها معانا رحوا نشوفوها خالتي كلتوم سلام عليكم مرحبا بكم لا باز في خير نتفضل صحا خالتي كلتوم مرحبا بكم مرحبا بكم هنا في وهرن هناك في بلدية الكرمى صحا هذا هو المقر البلدية كما قال خالتي كلتوم عندك شحال أنت هنا؟ شحال ساكنة هنا؟ أنا هنا نغمانوخ مستحشين عام في الكرمى وفي دي القربيراني ساكنة في 14 أنا قلبي بلحقوا لدار هاي دار يا أخي رحوا نشوفوا منزل خالتي كلتوم اللي عرضتنا له اليوم كنت عايشة في غارة كان يب ستميتا وبمعات قوم مع المتنحك لي مليون مليون ومليون ميتين والبنت كانت غير خدامة على كنتره ويصومي ويصومي شادي ويصومي الحمبوك شادي موسيقى 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 هادي هي الدار هادي هي الدار بلتي مع كل احتيارات ماتي خالتي خيבה موسيقى مع البنائي شوفوا الشي اللي لحظة كلها مرحبا بيك السلام عليكم مرحبا خالتي كلتوم وش نقدر نقول لك أنا على هاد الفلاصة اللي ركي عايش فيها بل عمر ديالك ها ولدي شبا غير نقولوا وحنا عيطنا للسلطات تقول لنا ما كايش اللي حوث علينا قال لك الصبرون والصابرين وسيختل في وقت كوفيد كيما هاك الناس راه في ديارها وراهي بالجالات والكمامات وراهي تمرض هنا الحمد لله ربي راه ساطرنا كيفاش حتلحقتين هنا خالتي كلتوم ومي كنتي ساكنة من قبل كيفاش كنتي عايشة تقولي عندك غير انتي والبنت ديالك الزوج الزوجة تقدق لما كانش نطلب را عندي ثلاثين عام نطلقها ثلاثين عام ما يعرفها خالتي كلتوم ما فهمش الحكاية تاعة كيفاش بدات هاكي أي واحد تزوج وما كتبش ربيت طلقت جبت البنت هادي خرجتها مولات عام عندها ثلاثين عام ورا يخدمها في البلدية نعمال ما ما يخلوهاش توصل دا الموصل كنت عايشة في غارش كالية بستمائة الف ومعها تضوم عالمة تلحق لي مليون مليون ومئتين شو الحمدوله كنت زعمة كننقر شعلا روحي هاكا نخيط والبنت كانت تغير خدمتها ويصامي ويصامي شادير ويصامي الحموك شادير ما كانت حالما روحها مسكينهم كل حاجة مات شري ازعمة كيمة الناس بحثني عتشان اوكاس صور حكبار اوكاسة قدعي لي قدعي تمتعك لها كل عليك على حساب خالتي كنت عايشة في غارج واخت عايشة شو حال عايشتي في غارج والله يا اولدي عايشت في غارج عشر سنين عشرة سنين وانتي في غارج ما فيه توالت ما فيههما منزغي المه توالت مكا نش كان هش كروقر مكاش توالت ووضو ماشينه كانت عندي ماشينا مسكينشي هالي شيبك كوني كان يصرف علي؟ ونصرف على روحي مكاشي يصرف علي يا ولدي والله أنا صرف على روحي مرة مرة ناكل ومرة مرة كم كيف كنت يصرف على روحي؟ ها النقرش زي ما قلتك عندي ديبلوم خياطة فانتني ولدي وأنا درك في دل اللاج ما قادش نروح نخدم في آتولي ما ننجمش مش كنتقلقة ولدي نبغي نخدم في داري كانوا نجيبوا لها كان النقرش نخدم حاجة كيما قلتك تخدم حاجة خمساليف تع عشراليف تلايمها خام نوالو شو زي ما متفهمة مع السيد هادا هواري الله يخلف علي بكتر خيره قوله زي ما كيجي تديز زي ماك جيب لي هيا ما يخلني زي ماك نحتاج لابغا قعمل شي لاحقة يقول لي معنش هاكي خلصي ومن بعد نريق له كيما قال هو أمورنا الحمدولله ربي زي ما مسمحش فينا ومسح كيجيت في السكن الله غال من بعد مور القارج كيف هش خالك؟ مور القارج طردني مول قارج طردني رها في 24 نوفمبر 4 أكتوب سبت والدي طراضي سأقول لك هو حاقر لي هذا ليس القراج حاقر لي ياك والدي دارو كان الشيخوية ساكن في بطاوة الله أكبر وماما مريضا كي دار العرص دارو هنا في وهرن عرصة من وهرن باش يجيبها قال لي ختيز عليك نجيب سوالة عندك وتتقدمي دائما كان مشكلة أني ساكن في كي ما قالك حرية لا نشي مستعمرة جاب لي سوالة وقال لي إذا ما يجو الشاشرة يدو سوالة عند دارو يدوهم للصالة يعني عاونك لا زعمك سوالة عند العرصة لك منه ماهو قادش الحوت البطيوة حكش تبطيوة ومبعيدة هو داو كدار هنا العرص في السالة و العرصة باش يجيبها منها و الوحرن قال لي قال لي إذا ما كم من غي السالة أنجيب السوالة عندك ويجو الشاشر يدوهم أخبرت صحابك ولم يوجد مشكلة أنا لا أستطيع أن أستطيع أن أتدعمك هذه دارة وأنا أخبرت هذا ما سببتها أنا أعرف أن يتسبب بغي قلت لها الحاج شارك بغي قال لي أنا تسبب بيش تخرجيلي قال لي قلت له معي أن نبلعوا يكتفوا علي كده ونديره يخرجي الناس إلي يجيب الملاحة واحد يشتهمي يكون فيها لا تنسون فيها القوات فيها الحلوة في ثلاثة يوم الأربعة ستوضلي ستوضلت أخمسة وقال لي أن تدخل سببتها ثم لا تدخل سببتها ونحن نعذي سببتها تهبل يعني بنتك لا تستطيع أن تتخليك وانتي لا تستطيع أن تتخليها كما قال لك وما بعد أمور ما تضرطك خالتي وما تضرطي؟ أمور ما تضرطني أمور ما تضرطي أمور ما تضرطي هذا شعيب مجتمع المدني أصرحت المجتمع المدني وقال ليه يأكل وقال ليه يأكل وقال ليه يأكل على القارج على القارج قامهم وكما كان يدفون مليون أخمسين أخبرني قامت بالاتلوع أو أنت وقال ليه أستطيع؟ والله يا ولدي شبا يقول لك خدمت خدمت الخياطة حشك خدمت هم يعرفوني خدمت في الكواشي باتيسري خدمت البيتزا أنا لي جي أنا حاجة تحلية ما نقولش إلا ولدي كدب عليك حاجة قاعدت حلية خدمتها كان عندي دهبي والله ما خليت حاجة كنش كبرتها بيها مرة نبيع سنسلة خاصها قرايا لحقتل دوزياماني بعد دوزياماني قلت لها سايبتي ما قديش كدب عليك ولدي مولا تخمسة حشل عمس كنا دخلت تخدم قلت نعاون أمه أنتو ما حيشين في القارة والله خاتش الأب تحلك ونقولك حادية تضحك عليها ديلها كان ديلها تختمية تلف نافقة أبتحها من بعد كانت تخدرس هذه السرق وفي الحيات الأب؟ ايه ودي في الحيات بصرحها شبا يقولك لا يعطيها شبا يقول لها معنا ما يقولوا له ما يجي بالهاعيد ما يحاوس على الصباط ما يحاوس على أكسوا من غير النافقة طابليس والنافقة مرة تاني شرعة قدر وكره تولدي قالها زيدي كنتها ستيزرا ها وتافي عملك حتلاتين عمبا قيتوا عشرعي قلعلها من تلت مياه يعطيها مئتين وربعين قالها حقه حقه واه غاتة ستين الفيتيعة هايك الخوطة تعالغريوين حبستيها يقولها تبقى يقولها عادني زيدك ستين قلها نعطيك مئتين وربعين ياولدي مئتين وربعين حاشا صباط تشريه مئتين وربعين تتعلم بها إن شاء الله رب يطيح الرحمة في قلبه إن شاء الله سمحي لي أم أبارك هذه بنتها قلت بها أختيك إن شاء الحموة الله يبارك ها هو رياك كيف حيشين هنا؟ كيف حيشون رقدوك؟ مره ناشن رقدوك حيشون أختك وعايشون في طرطة أنا عايشون في الرزق على أبانك بلك وعايشون في طرطة رزق بزاف رزق بزاف قادر أي واحد يقص عليك قار ودخان يشعلك قادر مهبول ما عندكم القاز ولا قدال الله يعني تصب الشتاء وكيف تديرونا؟ الشتاء كيتصب ما نرقدوششتاء الشتاء كل شي تشمخ كييتصب بخاتش كل شي هو ودع لنا وراكيتو راح يتخدم يتخلي الوليدة تارك نروح نخدم كراح في الخدمة وكراحة هنا عندها ما ننقدر لان نخرج لان ندخل لان نخدم ما تقدر تدير والو ما تقدر تدير والو دروك ما تنجمش تخليها مريضة وتروح هذه حالة عائلة عائلة خالتي كلتوم اللي كان فيها غير هي وابنتها غير هي وابنتها هنا نصف عائلة ما عليش لا لا يا اما ماشي نصف عائلة ماشي نصف عائلة احنا نقولوا عائلة برك الحاجة اللي تغيضك انو عايشين هنا في خيمة في بلدية في بلدية انا هاد البلدية كي دخلتها لقيتها شابة نقية بلدية سخيرة ولدي بسخيرة بارك الله فيك هادية على الكرمة يعني ما شاء الله قايمين بها ولكن هاد البلاس صار هي نقطة سوداء في البلدية عباكوش ما عندها تشوف مرة كبيرة مع بنتها يعني زوجنسا ما عندهم شراجل اللي بالك يحمل شوية ولا يدافع عليهم ولا عايشين هنا في وسط الناس في خيمة تخايل روحك انتارك ترقد في الدفا ولا ترقد في الدار ولا لا الاز ولا كي الناس هنا في القدرون هنا خمس دقائق ما تقدرش تريح هم بارك الله في مضيفونا لهنا ولكن ولكن ما تقدرش تريح هنا في قدرون كاين سمحي لي يما ربي جازيك القاز قدامك تريسيتي ما على بلش مني ناكو تجيبوك مام الدور انا مغبوني في راني والدي عايشة رباطع شن يوم بشمع بكية عشمع ربعين الف والله لا ربعين الف والدي واه بشمع حارة والله لا ربعين الف تالي البارح عاد كان خويا مسكين جاب هالي قال لي ودي لقيت هالي كلام بطساجة قد لغي يجيبها قال لي اما ما تحرقوا شرواحكم ولا يعني ما كاش تريسيتي هنا كاش تريسيتي القاز بارك كان عاطينا لا ودي ما من هناكو تجيبوك شهر وحما قاعدين بلا قاس نشري من بره نوكل فيها من بره تشرب الدوات الحلوة تشربتها خالتي سمحوا لي عبك كي تكون في بلاي سكيمة هادو ما يعني كإنسان يدخل عبك على عراسك يتبادروا واحد لي كيستيون خالتي كيفشك وتاكلوا من هناكو تطيبوا حاشاكو عاشا قدرك لصانيتار ومن هناك كيفشكو تديروا انتو مزو جنسا بلا البرد بلا كيما هاي تقول بلا الدواء بلا الهم بلا الميزيرية وسخانة وعادرني اكشار باشهر منه عندك ودرك الحلوة راه يقول تكبالك في خمس يام حلوة هي السكر سمحي لي خالتي قلت لي كين شوية واتائق هكذا شوية واتائق هكذا مهلا بواتائق والدي الواتائق يقول كم يا بني تدي ساكل اجتماعي سمحي لي خالتي سمحي لي خالتي هادو روشة تاحب بللي مدومي لسنك هادي كي روحت للضايرة قال لك جيبي بللي عندكم شاهيد في العائلة وجبنا لها بللي جدها شاهد يعني عائلة شاهد هادي وسيط الجمهورية طلبتها دخل هادو ريكور بللي طعن طعن دلنا تعسكاي بدات شاهد التقدير شاهدت تقدير شاهدت تقدير ساكل اجتماعي عند خراسك خدمنا في سابيل لها ولدي والله ما بديت دوره قالوا لي ديلي باشتدي تختم داعين ثاني سامحا الدنيا واخرى خدمتها في سابيل الشيباني تاعي كان ميت قلتهم في سابيل بوي الله يرحمه المهم الناس اللي يدير بابا تدعي له هادو مكانا ولدي خالتي وهذه المريضة من ديون الرئيس هذي التالي هاي من ديون الرئيس ثاني شراه يقولون عندها الحق في سكن اجتماعي قناة ولدي قالوا لي يعطيك البريد يدبر عليك خالتي انتي ضيفتين اليوم الله يزيفتين اليوم الله يزيفتين ان شاء الله وربي جازيك لا نحن مقامنا كيددعينا بالخير برك هذا ما كان خالتي كلتم الله يزيفتين يا ربي برنامج سرخة اليوم راهو هنا هاي قدامك تقدري توجهي نيداء ولا ربما راح تكون عندك آدان صاغية والناس تشوفيك وتسمعك وتسمعلك على أساس انك انت ركي عايشة في حالة يرتالها خالتي كلتم مين المستحيل انه إنسان يقدر يعيش هاد المعيشة بره فطر وطوار بيطون في عمرك قريب ستين سنة الله يبارك قريب ستين سنة الله يبارك قريب ستين سنة الله يبارك ما عندك وشتاكلة ما عندك وين طيبي ما عندك وين الاخر فضلي خاتي شا نقول ها قد سرخة للوالي تاع وهرا يشوف الحالتي هانا اضلوك نطلب السيد الرئيس يا سيد الرئيس شوف فيها يعني عافى باللي انت ما تقبرش على على وحدة الشيبانية تعيش هي وبنتها في الخلق والله العظيم يا والدي ربي رعينا بالحالة كي راهي سيغتوف الليل برت والله يا والدي للك السم والله السم في هذه القيطانية يطلق التلش التليفو التليفزون انحرق بالنو الفيلي جدار انحرق ما كيمي قالك ما ما صدش عليها وي كل واحد مالتك غدة واموات مالتك تشوف الدنيا كي راهينا ربع شهر والله ما علي بالي الدنيا تشفيها والله ما علي بالي شاكين عليش خالتي كلتوم ربي فرج عليكم ان شاء الله هذه كانت صرخة خالتي كلتوم والبنت ديال هوا اللي زمان جرب بيهم وخلاهم هنا خلاهم في هذه المنطقة في طرو طوار في قيطون كوش تول حالة تحهم كيفاش عايشين يعني ما يقدر حتى إنسان في الدنيا هذه يعيش هذه المعيشة ربي فرج عليهم وان شاء الله يشوفوا اليهم سهلا كنت عايشة في غارة كالية بستمية تنص وبعد نعطى ومع المتلحك لي مليون مليون مميتي والبنت كانت تغير خدامة تحكمة ويصامي ويصامي شاد ويصامي الحمبوك شاد ما كانت تحرمة ويحمس كنا من كل حاجة ما تشري زعمكي من الناس وانا من حق اندي الساكن بس كان عندي في مليون وخمسين ياتي لدي ووراني من لوان ديامنسان كنا خمسطحش العام عندي الأولويه ميقلوني شاد اشتا كل شي تشمخ كي تصبت بخاتش كل شي هو يدعلينا فيها الاطنشف فيها الغواط فيها الحلوة انا اضلوكم نطلب السيد الرائيس يا سيد الرائيس شوفي اني عافى باللي انت ما تقبرش على وحده الشيبانية عيشي يوبتها في الخلاق اشتركوا في القناة